أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن صندوق مصر السيادي يطلع بدور مهم للغاية باعتباره الذراع الاستثماري للدولة المصرية جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء لمتابعة الموقف التنفيذي لخطة مشروعات صندوق مصر السيادي التي تستهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة المقبلة وذلك بحضور وزيرة التغطيط هالة السعيد ورئيس مجلس إدارة الصندوق شدد مدبولي خلال اللقاء على أن الصندوق يمضي في تنفيذ ما تتبنه الدولة من العمل على استقطاب الاستثمارات من القطاع الخاص خاصة الاستثمار الأجنبي المباشر أحد أهم موارد النقد الأجنبية للبلاد ونجح صندوق مصر السيادي في جذب استثمارات بقيمة 3 مليارات و300 مليون دولار من الصندوق السيادي العربية خلال العام الجاري